اليوم راح نتحدث عن التوصيل المتوازن والتوصيل الغير متوازن في الأنظمة الصوتية اللي بيقلوله balanced أو التوصيل الثاني unbalanced منبدأ بالunbalanced اللي بيكون مثلا منلاقي شكل مثل tip وring مثل هالشكل اللي هو بيقلوله T-S أو بيكون الفونو جاك اللي بيكون بهالشكل هذا بس في إنوراس والحلقة الكبل بيكون من الداخل بهالشكل هذا عبارة عن سلك داخلي وحيد ومحاط بعازل ثم بشبكة ثم عازل هالشبكة النحاسية وظيفتها انه بتنوصل على الأرض بتلطقت مثل الأنتنة بتلطقت الإشارات اللي هي بتكون متواجدة بالجو مثل إشارات التشويش إشارات الكهرامغناطيسية وبتكون موصولة بالأرض تبع الجهاز مشان تمنع دخول هالإشارات للسلك الداخلي وبحيث تمنعني التشويش أو النويز الممكن يتراكب مع السلك وصير يكون مسموع ولكن في بعض الأحيان بتكون إشارة قوية ممكن تتجاوز هالشيلد هذا أو هالشبكة وتدخل مع ذلك للسلك الداخلي وبتتراكب مع إشارة الصوت فبتراكب التشويش مع إشارة الصوت وبيطلع معي كمان ممكن بيطلع صوت زنة أو وشة بالمرافقة للصوت اللي باعته الصوت الأصلي طبعا هذا بيكون إذا كان الكابل مسافته طويلة أو إذا كان الحقل الكهرام يولد لها الإشارات السلكية بتكون قوية فالحل لها المشكلة هي إنه بيكون هو استخدام الطريقة الثانية اللي هي المتوازن بهالطريقة هون بيكون في عندي سلكين بدل من سلك واحد بداخل الكابل اثنينة هم بيحملوا نفس الإشارة الصوتية وبالإضافة للأرض اللي هوش أو اللي بيقولوا الشيلد أو عبارة عن الشبكة اللي بتنوصل بالأرض من الطرفين شو ما بدأ أعمله إنه بيكون نفس الإشارة اللي بيبعثها من المصدر واحدة بتكون اتجاه الموجب ونفس الإشارة بتنعكس يتم عكس الطور طبعها 180 درجة وبتنبعد بالاتجاه السالب عند انتقال الإشارة ممكن يتدخل عليها تشويش أو إشارة نويز وتتراكب على السلكين الداخليات يعني إذا الشيلد ما حمى الإشارة وفرغها بالأرض ودخلت وتراكبت على السلكين بطرف الاستقبال بيكون من تصميم الدارة إنه بيكون هون مكبر تفاضلي هذا بيجمع الإشارتين اللي جعيني الإشارتين اللي هني الزائد والنائس وبيحول إياهم بنفس الاتجاه إشارات التشويش اللي تراكبت على السلكين وقتل أنا بيجمع الإشارة النائس لأنه هي يكون نفس الإشارة بقلبها فبترجع للإشارة الأصلية ولكن هون إشارة التشويش بتتراكب بتكون بنفس الاتجاه وقتل بيحكسها بتكون هنا بتكون بالاتجاه السالب فبتلغي بعضها اللي تراكبت على الكبل السالب بتلغي الإشارة المتواجدة على الكبل أو السلك السالب فبتطلع معي من نتيجة إشارة صافية خالية من التشويش طبعا بيكون الجك الموصيل هو مثل هذا الشكل هذا اللي بيقول له الـ XLR أو بيكون بها الشكل اللي هو بيقول له T-R-S T يعني T-Tip اللي هو الرأس وال-R من الرنج اللي هي الخاتم أو الحلقة الموجودة بالنص والجزء الخلفي اللي هو سليف في عندي إذا قررنا بيناتهم منلاحظ أنه هاي اسمه T-S وهون اسمه T-R-S Tip, Ring, Sleeve الآن فيه إذا لاحظت أنه فيه نوع اللي هو فيه أربع أو ثلاث ثلاث حلقة يعني حلقتين بالنص ولكن بيكون عبارة عن أربع Tip, Ring, Ring و Sleeve هذا بيستعمل في الهيدفون اللي بيكون مع الموبايل أحد الأطراف اللي هي و الرنج الثاني بيكون للميكروفون بيكون واحد اثنين للسماعات و واحد للميكروفون طبعا هذا الأنظم الاحترافية ما بيستعمل بيستعمل الشكل T-R-S طبعا الهيدفون اللي هو بأنظمة الصوت ما هيكون هو نفس الإشارة بأنه بالتيب و الرنج إذا كان بالهيدفون بالتيب بتكون مثلا إشارة اليمين والرنج بتكون إشارة اليسارة يعني Left و Right للهيدفون والSleeve بيكون الإشارة الراجعة للنظام فإن شاء الله بيكون في استفادة من هالملاحظة أو المعلومة السريعة إذا كان تحب مزيد من المعلومات ممكن مراجعة موقع بيردان.com للهندسة الصوتية كان معكم المهندس سعيد سليمان